بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و صلى الله على نبيه و مصطفاه محمد و آله و صحبه و مقرئ القرآن مع محبه السلام عليكم و رحمة الله و بركات أهلا و سهلا و مرحبا بالرائعين و الرائعات و المبدعين و المبدعات و المتألقين و المتألقات من أبناء و بنات الصف الخامس لابتداء قسم التحفيظ أسعد بلقياكم في درس جديد من دروس المادة التجويد و أسأل الله عز و جل أن يكتب أعمالنا و أقوالنا و أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم اليوم معنا مادة التجويد لمدارس التحفيظ في الصف الخامس الابتدائي و الموضوع الدرس إثراء نريد فيه مراجعة الموضوعات التي تعلمناها و قد دائما نبدأ بأهداف الدرس فأتوقع بعد دراستي لهذا الدرس أن أميز حروف الإظهار الشفوي و أتوقع بعد دراستي لهذا الدرس أن أستخرج الميم الساكنة التي حكمها الإظهار الشفوي و أتوقع بعد دراستي لهذا الدرس أن أعرف النون و الميم المشددتين و أتوقع بعد دراستي لهذا الدرس أن أقن النون و الميم المشددتين عند التلاوة هذه بعض الأهداف التي نسعى إلى الوصول إليها و إلى تحقيقها و قد درسنا و تعلمنا في هذا الفصل دروسا كثيرة فقد درسنا في هذا الفصل عدة أحكام و تناولنا عدة موضوعات أليس كذلك بارك الله فيكم تعالوا نستعرض تلك الموضوعات و من ثم نراجعها عرفنا في هذا الفصل حروف الإظهار الشفوي العين و الغين و الحاء و الخاء و الجين و عرفنا حروف الإظهار الشفوي الدال و الذال و الراء و الزاي و الواو و عرفنا حروف الإظهار الشفوي السين و الشين و الصاد و الضاد و الطاء و الضاء و عرفنا حروف الإظهار الشفوي الفاء و القاف و الكاف و اللام و الها و أخذنا تدريب على جميع أحكام الميم الساكنة و عرفنا النون المشددة و الميم المشددة واخذنا تدريبات على جميع أحكام النون والميم المشددتين كان أول درس تناولناه في هذا الفصل موضوعه حروف الإظهار الشفوي العين والغين والحاء والخاء والجين فتعالوا نعرف خلاصتها ثم نطرح بعض الأسئلة عليه فما رأيكم في ذلك؟ رائع أحسنتم هذه هي خلاصة ذلك الدرس إذا جاءت الميم الساكنة وجاء بعدها حرف العين أو حرف الغين أو حرف الحاء أو حرف الخاء أو حرف الجيم فإن حكم الميم الساكنة هو الإظهار ويسمى الإظهار الشفوي يسمى الإظهار الشفوي تعالوا لنأخذ بعض التدريبات وننطق بعض الآيات كيف ننطقها بالإظهار الشفوي أستخرج الإظهار الشفوي من الآيات في الجدول الآتي وأبين السبب هنا الآيات هنا الآيات وهنا موضع الميم الساكنة وهنا حرف الإظهار الشفوي وهنا سبب الإظهار أول هذه الآيات قول الله عز وجل سننطقها وتابعه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك هم خير البرية لاحظتم هم خير لم نقل هم خير وإنما قلنا هم خير إذن خرجت الميم كاملة الميم مظهرة ليس فيها غنة ولا تشديد لماذا؟ لأن حكمها الإظهار الشفوي أين موضع الميم؟ في أي كلمة جاءت الميم؟ نعم أحسنتم في هم إذن هم هذا هو موضع الميم أين حرف الإظهار الشفوي؟ هو حرف الخاء أحسنتم مبارك الله فيكم سبب الإظهار الشفوي لماذا أظهرنا إظهارا شفوي لأنه جاء بعد الميم الساكنة ماذا؟ حرف من حروف الإظهار الشفوي وهو حرف الخاء أحسنتم أحسنتم مبارك الله فيكم جاءت الميم الساكنة وجاء بعدها حرف الخاء والخاء من حروف الإظهار الشفوي الآية الثانية أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ جَتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَمْ حَسِبَ الميم هنا مظهرة لماذا مظهرة؟ لأنه جاء بعدها ماذا؟ رائع أحسنتم جاء بعدها حرف الحاء والحاء من أي الحروف؟ جميل من حروف الإظهار الشفوي إذن أم هنا في موضع الميم الساكنة حرف الإظهار الشفوي هو الحاء أحسنتم لماذا؟ لأنه جاءت الميم الساكنة وجاء بعدها حرف الحاء جاءت الميم الساكنة وجاء بعدها حرف الحاء انظروا هنا يعذبكم عذابا أليما يعذبكم عذابا أليما لاحظتم؟ يعذبكم عذابا أليما لاحظتم الميم هنا والعين بعدها إذن هنا يعذبكم هنا هذا موضع الميم ما الحرف الذي جاء بعدها؟ حرف العين أحسنتم إذن أحسنتم إذن أحسنتم أحسنتم من موضوعه وعنوانه حروف الإظهار الشفوي الدال والذال والذال والراء والزاي والواو فتعالوا نأخذ خلاصة هذا الموضوع ثم نطرح عليه بعض التدريبات أو الأسئلة إذا جاءت الميم الساكنة وجاء بعدها حرف الدال أو حرف الذال أو حرف الراء أو حرف الزاي أو حرف الواو فإن حكم الميم الساكنة هو الإظهار ويسمى الإظهار الشفوي ويسمى الإظهار الشفوي تعالوا لنأخذ درسا آخر بعده أخذناه وكان عنوانه وموضوعه حروف الإظهار الشفوي السين والشين والصاد والضاد والطا والضاء تعالوا لنعرف خلاصة هذا الدرس يقول إذا جاءت الميم الساكنة وجاء بعدها إذا جاءت الميم الساكنة وجاء بعدها حرف السين أو حرف الشين أو حرف الصاد أو حرف الضاد أو حرف الطا أو حرف الضاء فإن حكم الميم الساكنة هو الإظهار ويسمى الإظهار الشفوي يسمى الإظهار الشفوي تعالوا لنأخذ بعض التدريبات على هذا الدرس نريد أن نستخرج موضع الميم الساكنة يقول الله تعالى منهم طائفة إذن موضع الميم الساكنة في كلمة منهم أحسنتم والحرف الإظهار الشفوي الذي بعده هو ماذا؟ الطاء رائع وسبب الإظهار الشفوي أنه جاء ترميم الساكنة وجاء بعدها حرف الطاء والطاء من حروف الإظهار الشفوي أيضا قول الله عز وجل أولئك هم شر البرية أولئك هم شر البرية هم شر هنا الحكم التجودي بين الميم والشين إذن موضع الميم الساكنة في هم هم والحرف الإظهار الشفوي الشين والسبب هو ذات السبب ولكن هذه المرة جاء حرف الشين قال الله عز وجل وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامُ إذن وَلَكُمْ هذا هو موضع الميم الساكنة كيف يأتي الحكم التجودي بين وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ هنا يكون الإظهار إذن أعمالكم سلام أعمالكم سلام لأن هنا مطلوب حرف السين في درس اليوم أعمالكم سلام وأيضا هنا أيضا إظهار الشفوي ولكنه في درس آخر هذا إظهار شفوي وهذا إظهار شفوي كلها إذن أعمالكم سلام حرف السين هنا هو حرف الإظهار الشفوي هنا قول الله عز وجل إنكم ظلمتم إذن الميم الساكنة في إنكم الميم الساكنة في إنكم ومعها حرف الض الذي يكمل الحكم التجويدي ويظهر الميم الساكنة إذن إنكم ظلمتم وحرف الض هو الحرف الذي جاء بعد إنكم والحكم أو السبب هو ذات السبب قال الله عز وجل عليهم صلوات هنا الميم الساكنة في عليهم وبعدها الصاد والصاد من حروف ماذا الإظهار الشفوي إذن عليهم صلوات حرف الصاد هو الحرف الذي جاء بعد الميم الساكنة والسبب لأنه جاء بعد الميم الساكنة حرف الصاد والصاد من حروف الإظهار الشفوي إن أراد بكم ضرّا بكم ضرّا إذن الميم الساكنة جاء بعد حرف الضاد والضاد من حروف الإظهار الشفوي إذن نحدد الآن هذه هي الميم هنا والميم هنا وننظر للحرف الذي بعدها وأيضاً هنا بنفس الطريقة بنفس الطريقة نريد أن نحدد قال الله عز وجل نريد أن ننتقل إلى هذا المثال نريد أن ننتقل إلى هنا قال الله عز وجل أمزاغت أمزاغت إذن الميم الساكنة وجاء بعد حرف الزي والزي من حروف الإظهار الشفوي وأيضا المثال الأخير إذن أخذنا أمثلة على الدرسين الخاصة بهذه الأحكام ثم انتقلنا بعد هذا الدرس إلى درس موضوعه حروف الإظهار الشفوي الفاء والقاف والكاف واللام والهاء تعالوا لنأخذ خلاصة هذا الموضوع إذا جاءت الميم الساكنة وجاء بعدها حرف الفاء أو حرف القاف أو حرف الكاف أو حرف اللام أو حرف الهاء فإن حكم الميم الساكنة هو الإظهار ويسمى الإظهار الشفوي ويسمى الإظهار الشفوي تعالوا لنتدرب على استخراج هذه الأحكام وننطق هذه الآيات أستخرج الإظهار الشفوي كما في الجدول الآتي وأبين السبب رزقهم فيها أين موضوع الميم الساكنة؟ رائع رزقهم إذن ما الحرف الذي جاء بعدها حرف الفاء؟ ما الحكم التجودي إظهار شفوي؟ السبب ما السبب؟ لأنه جاء بعد الميم الساكنة حرف الفاء والفاء من حروف الإظهار الشفوي قال الله عز وجل أم كنتم ميم ساكنة في أم؟ جاء بعدها حرف الكاف ولذلك حكمها الإظهار الشفوي حكمها الإظهار الشفوي قال الله عز وجل لكم قياما إذن ميم ساكنة في لكم جاء بعدها حرف القاف حكمها الإظهار الشفوي ثم أنتم هؤلاء أنتم هؤلاء ميم ساكنة جاء بعدها حرف الهاء والهاء من حروف الإظهار الشفوي إذن هذا هو الحكم قال الله عز وجل أولادكم للذكر ميم ساكنة أتى بعدها حرف اللام واللام من حروف الإظهار الشفوي ثم انتقلنا بعد هذا الدرس إلى درس آخر موضوعه تدريب على جميع أحكام الميم الساكنة فتعالوا نراجع بعض معلوماتنا في هذا الدرس عرفنا أن للميم الساكنة أن للميم الساكنة ثلاثة أحكام من يتذكر هذه الأحكام أحسنتم ماذا رائع أحسنتم بارك الله فيكم الإظهار الشفوي نعم والإخفاء الشفوي أحسنتم والإدغام في الميم والإدغام في الميم إذن هذه ثلاثة أحكام ثلاثة أحكام بينما كان للنون الساكنة والتنوين أربعة أحكام كان فيها الإقلاب أو القلب لكن الميم الساكنة لها فقط ثلاثة أحكام الإخفاء الشفوي له حرف واحد وهو الباء الإدغام له حرف واحد وهو ماذا رائع إحسنتم الميم بقية الحروف كلها مع الإظهار الشفوي بارك الله فيكم سأقرأ لكم هذه الآيات وأطبق أحكامها ونريد أن نستخرج منها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله ففي رحمة الله هم فيها خالدون تعالوا لنستخرج الأحكام في هذه الآيات إذن قال الله عز وجل وجوههم أكفرتم وجوههم أكفرتم كيف نستخرج من هذه الآيات كيف نستخرج انظروا هنا وجوههم أكفرتم أول شيء نبحث عن الميم الساكنة أولا نتأكد من وجود الميم الساكنة ثم بعد ذلك ننظر للحرف الذي بعدها الميم الساكنة موجودة الحرف الذي بعدها ما هو حرف الألف ما نوع هذا الحرف هو من حروف من خلال الحرف نحدد الحكم التجويدي نحدد الحكم التجويدي وبالتالي فهنا الحكم هو ماذا إظهار شفوي نحدد إظهار شفوي السبب جاءت الميم الساكنة ميم ساكنة جاء بعدها الهمزة والهمزة من حروف الإظهار الشفوي الكلمة الأخرى في المقطع الذي قرأناه قول الله عز وجل أكفرتم بعد ميم ساكنة جاء بعدها حرف الباء فما الحكم الباء من أي الأحكام أحسنتم هو حرف الإخفاء الشفوي ليس له إلا حرف واحد إذن نقول إخفاء شفوي ميم ساكنة جاء بعدها حرف الباء والباء من حروف ماذا رائع أحسنتم والباء من حروف الإخفاء الشفوي أيضا إيمانكم فذوقوا هنا ميم ساكنة جاء بعدها حرف رائع حرف ماذا الفاء والفاء من حروف الإظهار الشفوي أحسنتم إذن هو من حروف الإظهار الشفوي نقول ميم ساكنة جاء بعدها حرف الفاء والفاء من حروف الإظهار الشفوي كنتم تكفرون ميم ساكنة جاء بعدها أي حرف أحسنتم حرف التاء والتاء من حروف الإظهار الشفوي إذن هذه الكلمات التي استخرجناها من ذلك المقطع ثم انتقلنا بعد هذا الدرس إلى درس موضوعه وأنوانه النون المشددة ودعونا الآن نتعرف على خلاصة هذا الموضوع إذا جاءت النون المشددة فإننا نغنها بمقدار بمقدار حركتين وتسمى حرف غنة مشددة تأتي النون المشددة في الأسماء والأفعال والحروف إذن تأتي في الأسماء والأفعال والحروف قال الجمزوري وغن ميما ثم نونا شددة وسم كل حرف غنة بدى وغن ميما ثم نونا شددة وسم كل حرف غنة بدى أعيده ضبط هذه الأبياء تساعد في ضبط الأحكام وغن ميما ثم نونا شددة وسم كل حرف غنة بدى نريد أن نستخرج النون المشددة هنا هذه هي الآيات أين النون المشددة انظروا هنا هذه النون المشددة نريد أن ننطق هذه النون نريد أن ننطق هذه النون نقول لا ينبذن تابعوا معي انظروا إلي كيف أنطق هذه النون نقول لا ينبذن نعطيها الغنة بمقدار حركتين هنا ألا يظن يظن لاحظتم هل شاهدتم كيف أنطقها إذن يظن إذن نعطيها الغنة الكافية بمقدار حركتين ألا يظن أيضا في الآية الأخيرة إن 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 الذين يبايعونك إذن هكذا نعطي الغنة حقها ننظر الآن إلى الجدول موضع النون المشددة التي قرأناها قبل قليل لينبذن الحكم ما هو نعطيها الغنة بمقدار وجوب الغنة بمقدار حركتين أو إظهار الغنة بمقدار حركتين السبب السبب لأن النون المشددة عبارة عن نونين أدخمت النون الأولى في النون الثانية وهكذا يظن إظهار الغنة بمقدار حركتين ونفس السبب أيضا إن هنا إظهار الغنة بمقدار حركتين وذات السبب هو الذي يجعلنا نعطيها هذا الحكم ثم انتقلنا بعد هذا الدرس إلى درس موضوعه وعنوانه الميم المشددة تعالوا نتعرف على خلاصة هذا الموضوع إذا جاءت الميم المشددة فإننا نغنها بمقدار حركتين بمقدار حركتين وتسمى حرف غنة المشددة تأتي الميم المشددة في الأسماء والأفعال والحروف تأتي في الأسماء والأفعال والحروف تعالوا نطبق كما طبقنا قبل قليل تعالوا نطبق كما طبقنا قبل قليل أريد أن نحدد مواضع الميم الساكنة هنا انظروا هذا الموضع الأول وهذا الموضع الثاني وهنا أيضا الموضع الثالث وهنا الموضع الرابع هذه أربعة مواضع سأنطقها الآن وانظروا إلي جيدا كيف أنطق هذه الكلمات في الآية الأولى ثم ثم نعطيها الغنة بمقدار حركتين ويتم في الآية الثانية وفي الآية الثالثة أمتكم أمة واحدة إذن ننتبه أين موضع الميم المشددة قد أحطنا عليه ثم حكمها إظهار الغنة بمقدار حركتين كما قلنا في النون المشددة نظهر الغنة بمقدار حركتين في جميع هذه الآيات أيضا السبب أن الميم المشددة عبارة عن ميمين الأولى الساكنة والثانية متحركة فأدغمت الأولى في الثانية ثم انتقلنا بعد ذلك إلى بعد هذا الدرس إلى درس موضوعه وعنوانه تدريب على جميع أحكام النون والميم المشددتين طبقنا من خلاله تدريبات واستخرجنا إلى هنا قد وصلت معكم إلى ختام هذا الدرس أتمنى أن تكونوا قد استفدتم وقد استمتعتم من خلال هذا الدرس وإلى لقاء آخر ودرس جديد وأنتم ونحن في خير وعلى خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته